السلام عليكم إلى جانب مميزاته الغذائية يمتلك الزعفران العديد من الخصائص العلاجية فلنتعرف في هذا المقال على ثوائد الزعفران وأضراره المحتملة يعد الزعفران من التوابل المميزة الذي يمتلك نكهة ورائحة زكية إضافة إلى لونه الجذاب كما أنه يمتلك العديد من المركبات الحيوية التي تمتلك دورا فعالا في محاربة العديد من الأمراض تشمل فوائد الزعفران الصحية ما يأتي يمتلك الزعفران خصائص مضدة للأكسدة حيث يمكن أن تساعد هذه الخصائص في حماية الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب والسرطان أن تناول 30 مليدراما من الزعفران قد يساهم في تخفيف أعراض متلازمة قبل الحيض إضافة إلى قدرته على تخفيف آلام الدورة الشهرية يمكن أن يحسن الزعفران من أعراض بعض اضطرابات الجهاز العصبي مثل مرض الزهايمر حيث وجد أنه يقلل من التفاعلات الالتهابية التي تزيد من تلف خلايا الدماغ إضافة إلى أنه يساعد في تنشيط الذاكرة كما تبين أن للزعفران القدرة على كتح الشهية إضافة إلى دوره الفعال في إنقاص الوزن يساهم برفع مستوى الدوبامين في الدماغ وهو أحد النواقل العصبية الضرورية في الدماغ مما قد يساهم في تحسين المزاج وبناء على ذلك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب أن للزعفران القدرة على تعزيز الرغبة الجنسية لكل الجنسين إضافة إلى تأثيره الإيجابي في تحسين أعراض العجز الجنسي لدى الرجال وبالرغم من قلة الإثباتات العلمية التي تدعم تلك الاستعمالات إلا أنه ما زال يستخدم في علاج الكثير منه المشكلات الصحية وهذا بعضا منها طارد للبلغم مسكن للألم الرب السعال السعال الديكي حرقة المعدة انتفاخ البطن والغازات المعوية الأرق المياه الزرقاء في العين داء الصدفية تصلب الشريين الصلع الوراثي منع القذف المبكر والعقم لدى الرجال وهناك استخدامات أخرى للزعفران وتشمل استخدامات الزعفران غير الطبية التال يستعمل الزعفران في تحضير الوجبات الشهية كمنكه وملون للأطعمة حيث يمتلك لون أصفر جثاد يستعمل في تحضير بعض المشروبات وفي بعض البلدان العربية يتم إضافة القليل من الزعفران إلى القهوة العربية حيث أنه يكسبها نكهة ورائحة لذيذة يستخدم مستخلص الزعفران في صناعة العطور يستعمل كصدغ ملون للملابس ومع كل هذا الفوائد وأكثر لا يفلو استعمال الزعفران من بعض الأضرار ونلخصها بالآتي آثار الزعفران الجانبية يعد تناول الزعفران بالكميات الغذائية القليلة آمنة نسبياً ومع ذلك قد يسبب بعض الآثار الجانبية وخاصة إذا استعمل كدواء ولفترة زمنية طويلة أي أكثر من ستة شهور تقريباً وتشمل تلك الآثار ما يأتي التفاعلات التحسسية لدى بعض الأشخاص تغيور في الشهية جفاف الفم القيء أو الغفايان الإسهال أو الإنساك التعرق الهبات السافنة غص داع الدوخة القلق سوء المزاج النعاس التسمم بالزعفران تناول كميات كبيرة من الزعفران أكثر من خمس جرامات يومياً قد يسبب حالة تدعى التسمم بالزعفران مما يؤدي ذلك إلى ظهور الأعراض الآتية القيء الإسهال الممزوج بالدم نازيف الجفون والأنف والشفتين اسفرار الوجه والعينين الشعور بالخضر الإجهاد لدى بعض النساء الحوامل كما أن استهلاك أكثر من 12 دراماً من الزعفران قد يؤدي إلى الوفاة بعد تناول المعلومات المتعلقة بفوائد الزعفران وأضراره واستخداماته إليكم أبرز التحذيرات المتعلقة باستخدام الزعفران بشكل عام يستحسن عدم استخدام الزعفران في الحالات الآتية الرضاعة وذلك لعدم وجود أدلة كافية حول آمانه عند استخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية الحمل أن الزعفران قد يسبب تقلصات في الرحم مما قد يؤدي إلى الإجهاد الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم وذلك لأنه يمتلك القدرة على خفض مستوى ضغط الدم عند استهلاكه بكميات كبيرة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب حيث أن الكميات الكبيرة من الزعفران يمكن أن تؤثر سلبا على تنظيم نبضات القلب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب وذلك بسبب تأثيراته على المزاج يمكن أن يفاقم الزعفران من الحالة المرضية لأولئك الأشخاص الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل تحسسية تجاه الزعفران أو إحدى النباتات الآتية الزيتون نبات الروثة الزؤان المعمر الأشخاص الذين يتناولون بعض أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم فيما يأتي بعضا منها الأملوديب الأنالابريل الكابتوبريل الهيدروكلوروثي يزيد كان هذا الزعفران فوائد وأضرار ومحازير تم السلام عليكم